ترجمة نانسي قنقر فاز بخاري حتى الآن في عشر ولايات فيما فازت جوناثن في خمس أخرى وفي العاصمة الفيدرالية ويخش اندلاع أعمال عنف مع إعلان النتائج على غرار ما حصل العام 2011 حين قتل نحو ألف شخص وصوت نحو 69 مليون ناخب من أصل 173 مليون عدد سكان البلاد في هذه الانتخابات لاختيار الرئيس وأعضاء مجلسي نواب وشيوخ البالغ عددهما 63 و109 على التوالي في هذا البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في إفريقيا والبلد الأول المنتج للنفط في القارة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة